خلينا أضيف إساءة أخرى عادة في الشرق الأوسط مع أنه في كل حلقة وفي السوشال ميديا مشروحة وواضحة عزيزي أخي أختي من فضلك اتأكد من الموضوع لا يوجد مسيحي واحد في العالم يؤمن بالشرك فالمسيحية ترفض رفضا باتا الشرك بالله حاشا هذا الموضوع فمن الغباء حتى أنه نوصل إلى هذا الحد من الاتهام بدون ما تتعب نفسك هو أسرع دائما أقول أسرع طريق للهجوم هو أنك ترمي كلام حتى الدافع هو عن إيه بالدافع إذا أنت ديانتك هشة وبيتك من زجاج فأنت بتحاول تلقي حجارة على قلعة حصينة هذه مشكلتك لكن أنا أؤكد لك نحن نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل نقطة سطر جديد نحن نؤمن بالله الواحد ثم أحبائي خلينا أوضح فكرة تاني طالما انفتح الموضوع عندما نقول الآب والابن لا تفيد التناسل الجسدي فالسؤال ليه بتكرر العبارة وكأنها تناسل جسدي أوليس هذا عيبا عليك أنك تتهم مسيحية بتفوقها وعمقها وكتابها وشخصها يسوع أعظم معلم يسوع أعظم صانع معجزات يسوع معجزة أخلاقية لم يفعل خطية أوليس عجبا أنك بتتهم المسيحية بالشر عزيزي بأكد لك عندما نقول الآب أو الابن لا تفيد التناسل الجسدي فنحن نؤمن الله لم يلد ولم يولد الله ليس له صاحبة وعلى فكرة تفكير بهذا الأمر عن الله تعتبر إهاني أولا لأله تعتبر إهاني لكل الشعب المسيحي عندما ترددها انتكررها ورددها ولكن لا تطبق هذه الآية على المسيحيين من فضلك رددها كما تشاء ولكن حاشا هذا الأمر أنه يقال عن الله أنه التناسل الجسدي وأن لله صاحبة بالنسبة إله وبالنسبة لكل المسيحيين هذا يعتبر تجديف على الله وإهاني لالله وهذه تعتبر خطية خطيرة جدا تقودك إلى الجحيم مجرد أنك تكرر هذه العبارات عن المسيحيين فالله منزه عن هذه الأمور بل هو أعلى من أن تحده بعقلك المحدود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر